بسم الله والحمدل الله والصلاة والسلام برسول الله عزيزي بما قناتاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة ان على واحدة من اسهل الطرق اللي نقدر نبع عليها لشراء البيتكوين من الانترنت بدون حاجة الى توفيق الهوية الخاصة بنا بدون حاجة ان يكون عندنا جواز سفر نقدر نفعل بيه هويتنا على بعض المواقع كمان نقدر من خلال الطريقة دي ان احنا هتجنب بعض المشاكل مسلا عندنا في مصر جميع البنوك في مصر بتمنع البطاقات الفيزا والمسترقاد الخاصة بيها من الشراء من مواقع العملات الرقمية على انترنت عشان كده في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف حل للمشكلة دي من خلال الاعتماد على وسائل الدفع والتحويل المحلية بدون حاجة الى الاعتماد على البنوك هندخل في اشار حمبا شرطا الموقع اللي هتكلم عليها النهاردة هو موقع لوكالبيتكوينز واحد من الموقع المفهنقة ومن اكبر موقع تلاول البيتكوين على الانترنت الموقع عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري الاتنين بيكونوا موجودين في في الغالي في نفس الدولة عشان يقدروا يستخدموا وسائل دفع محلية مثلا عندنا في مصر ممكن نحن نحول باستخدام الفوليفون كاش او تصالات كاش او رونج ماني وهكذا من وسائل الدفع المحلية والموقع بيكون عبارة عن وسيط او ضامن بين البائع والمشتري هنشوف النهاردة ان شاء الله شرح الموقع وطريقة استخدامه بكل سهولة كمان من اهم مميزات الموقع انه بيساعد الاشخاص في بعض الدول اللي بيفرض عليها حظم من مواقع العملات الرقمية مثلا عندنا زي سوريا الاشخاص المقيمين في سوريا تقريبا لو حاول ان هم يشتروا عملات رقمية من معظم الموقع ومنصات التدول هيلاؤوا ان سوريا من الدول محضورة في الموقع لكن في الموقع لمسلا لو قينا شوفنا هنلاحظ ان سوريا موجودة كما احنا شايفين من الدول المدعومة في الموقع ان شاء الله هنعمل عملية شراء بشكل عملي خطوة بخطوة وهنضعرف على طريقة الشراء من الموقع بشكل امن في البداية طبعا هنحتاج ان احنا نسجل حساب على الموقع رابط الموقع يكون موجود في وصف الفيديو هنخل الى الرابط موجود في وصف الفيديو وهنضغل على sign up free طبعا انشاء حساب في الموقع مجاني تماما هنا زي ما احنا شايفين هنبدأ ان احنا نكتب البيانات خاصة بنا هنا هنكتب user name او اسم مستخدم يكون اسم فريد بعدك هنكتب البريد الالكتروني بتاعنا طبعا يكون بريد فعال وكين بريد نقدر ان احنا نستخدمه فيه وقت منوصل له عشان طبعا بنتوصل لنا رسائل واي اي اي او التحقق من الموقع بعدك هنكتب هنا باسورد قوي هنكرر الباسورد وبعدك لها طبعا مش هنحتاج ان احنا نفعل الخيارات دي هنعمل اي كود تتحقق الكبشة وهنضغط على تسجيل بعدك لها تروح للبريد الالكتروني الخاص بيك ويتأكد لو وصلك اي رسالة تفعيل او رابط تفعيل من الموقع تفاعل حسابك وبعدك لها تضغط على لوغ ان وتسجيل دخول الى حسابك على الموقع بعد ما نعمل لوغ ان وندخل الى حسابنا هتوصل لنا ولا بشكله طبعا احنا عندنا هنا قيمة خاصة بكوك باي وكوك سيل او هنا عندنا الشراء والبيع في فيديو النهاردة طبعا ان شاء الله هنكلم على طريقة واحدة وهي الشراء من الموقع وتحويل الرصيد الخاص بنا من البيتكوين المحفظة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شايفين الموقع هنا متعرف على الدول الخاصة بيها ويعرضي الباء عين والعرض الخاصة بمصر طبعا لانه متعرف على الجنسية بتاعتي او الدولة تعطي من خلال عنوان اي لوجدنا mesler شفنا دولة مختلفة زي السعورية مسلا خادتنا دولة السعورية نضغط على سرش هنلاحظه هنا ان الموقع يقدل يعرضنا كل الباء عين وحتى وسائل الدفع المدعومة في دولة زي السعورية وطبعا العرومة تكون الريال السعوري وهكذا كل دولة بتم الموقع بيعرض الباء عين المحليين ووسائل الدفع المحلية في الدولة دي إنه نوع رجعنا لمصر هذا هنا عندنا قيمة البائعين والاستوى أو وسائل الدفع اللي بيأولوها. بعد كده بيأردنا الموقع سعر البتكوين الخاص بهم بالعملة المحلية كل بائع بيكون لسعر مختلف. هنا عندنا اللي متسوية بتكون حدود الشراء سواء الحد الأدنى والحد الأقصى. مثلا عندنا البائع ده بيقول ان الحد الأدنى للشراء منه هو ٢٠ جنيه مصري والحد الأقصى هو ٩٧٥٥ جنيه مصري. دي حدود الحد الأدنى والحد الأقصى للشراء حسب كل بائع. وهذه之後 عندنا有一ور المهمة هي Knights-13 معدل الموثقية الخاصة بكل بائع بيظهر لنا هنا الرقم اللي هو ٢٠٠ ده ده هذا معناه مدى موثقية البائع حسب طبعا المعاملات Aufgabe degli هو عملها على الموقع ويعدينا الرقم تاني هو هو يكون منزgar مثلا عندنا هنزائد ٧٪ يعني عدد المعاملات اللي قام بيها البائع فيه occursده على الموقع. عندنا شخص مثلا الأول ده عمل اكتر من ٧٠ معامله هنا الشخص ده عمل اكتر من ٥٠ معاملة وهكذا كل مال القام دي تكون يعني كبيرة كل ما يكون الباقع ده موثوق بشكل اكبر. عندنا مسلا الشخص ده عمل اكتر من ثلاث تلاف معاملة على الموقع ونسبة المستقية بتاعته مية في المية. دلوقتي هنبدأ في شرح طريقة شرع البيتكوين من الموقع. طبعا زي ما احنا شايفين ديول افضل باقعين حسب طبعا الريت الخاص بالموقع. هنا كل باقع بعرضه السائل اللي بيقبلها وسائل الدفع اللي بيقبلها. هنا كل باقع بعرضه سعر البيتكوين الخاص به زي ما قلنا. لو جينا مسلا نشوفنا الباقع الاول هنلاحظ هنا ان الشروط الباقع الخاص به يعني شروط كتير جدا وبالرغم ان هو يعني يعتبر السعر الموجود حاليا لكن الشروط بتاعته كتير مسلا لو رجعنا لاحظنا نبدأ ان احنا ندخل لكل باقع نشوف الشروط الخاصة به هل هي طبعا شروط مناسبة معنا. هنا مسلا الباقع ده ممكن ان هو يطلب ان هو يشوف والباسبور ويبقى احنا كده ما عمل لاش اي حاجة فنحاول احنا نشوف باقع تكون اه شروط اللي بطلبها اه مش كتير ويكون بقبل وسيلة دفع اه مناسبة لنا مسلا دخلنا للباقع لا نروح لباي هنلاحظ هنا ان هو الباقع بقبل فلفون كاش وورنج واتصالات وفوري ومش بيطلب اننا اه شروط زي معظم الباقعين التانيين مسلا بدغلنا للبروفايل الخاص بالباقع هنلاحظ هنا ان المصدقية بتاعته عالية نلاحظ ان هو تعامل مع اكتر من الف وتونوين شخص وعمل اكتر من عمل تلات تلاف عملية بيع على الموقع ومسجل من اه سنتين من اكتر من سنتين او اول عملية شراء من اكتر من سنتين والهوية الخاصة بمفعلة بالباسبور او على الموقع وبالتالي البروفايل او الشخص ده يعتبر مناسب جدا ان هو نشتري منه لانه واضح ان البروفايل بتاعه قوي جدا وموثوق من الموقع هنلاحظ هنا برضو ان الشخص بيقدم وسيلتين او عمليتين للبيع على الموقع في واحدة بيقدم فيها سعر البيتكوين بتاعه الف مليون عفوا وسوا ستين الف والعملية التانية طبعا ده في حدود طبعا المية من مية الى الفين وتلتمية جنيه او الفين وربون جنيه والبرايس الخاص به التاني في المعاملة التانية لما الحد الادنى للشراء بيبدأ من خمسمية جنيه بيكون سعر البيتكوين بيبدأ من مليون واربعتاشر الف جنيه والتالي دي اعتقد من السعر الاقليل هيكون مناسب لنا ونقدر نحنا دلوقتي ندخل لعملية دي نضغط على زي ما شايفين دي وسائل الدفع اللي بقبلها ودي وسيلة الدفع الخاصة بالبقع طبعا الكلام اللي مشرحه ده يقدر اي شخص يطبقه على البقعين في الدولة بتاعته انا مشرح مسلا على مصر عشان انا مصري انت مسلا لو موجود في سوريا موجود في العراء موجود في الاردن موجود في اي دولة بتطبق نفس الخطوة بتاعتك بتحاول تبحث عن بقع محلي للبيتكوين مناسب لك حسب وسائل الدفع وكمان ما يكونش بيتطلب مسلا انه يشوف الهوية الخاصة بك وهكذا زي بعض اللي بقعنا الموقع انا عايزين شخص يكون شروطه قليلة ومناسب لنا من حيث اصيل الدفع هنا عندنا حاجة مهمة جدا طبعا لكيشن ايجيبت عشان انا من ايجيبت هنا ما ينفعش تشتري او تطلب انك تشتري مبلغ اقل من خمسمائة جنيه مصري او طبعا حسب المستخاصة بالبقع انت تشتري منه هنا بيكون الحد الادنى وهنا بيكون الحد الاقصى وهي الحيز او الاطار اللي انت لازم تدفع خلاله بعد ما تضغط على ارسال المعاملة هي ساعة ونصف او حوالي تسعين دقيقة لازم في خلال تسعين دقيقة دي تكون ارسلت المبلغ للبقع فتباكد ان انت قبل ما تبدأ عملية الشراء من الواقع تكون مجهز وسيلة الدفع هبدأ الوقت ان انا اعمل عملية شراء بسيطة بقيمة الف جنيه من البقع ده وطبعا ده من المبلغ البيتكوين اللي هحصل عليه اللحظ اننا لو كتبت مبلغ اقل من حد الادنى مثلا لو كتبنا مئة جنيه اللحظ ان الموقع بيرفض وبيقول لنا ان حد الادنى هو خمسمائة جنيه فلازم نحدد مبلغ اكبر من الحد الادنى هنحدد مثلا الف جنيه هنا طبعا قيمة البيتكوين احنا المفروض نستلمها من البائع بعد كالها بعت رسالة للبائع نقول له انحنا لازم نشتري منه بتكون بقيمة كزا ونختار وسيلة التحويل او الدافع اللي احنا نستخدمها طبعا زي ما شايفين لازم وسيلة الدفع اللي احنا نستخدمها تكون مقبولة من البائع هو انه بيقبل فالفون كاش ورونج كاش واتصالة كاش وبيقبل فوري فاحنا نبعد مثلا التحويل عبر فوري وهنحدد هنطلب كده في الرسالة بعد كالها نضطع على عشان يتم ارسال اشعار او رسالة من الموقع الى البائع اقول له ان في شخص قدم على طلب شراء بتكون من الموقع وبعت لك رسالة هنا طبعا تم ارسال الرسالة هننتظر هنا رد البائع علينا لاتمام عمليات الشراء وان شاء الله فور ما يتم الرد علينا من البائع نكمل بعض الفيديو زي ما احنا جاي فين دلوقتي البائع رد على الرسالة بتاعتي قال لي حاول لي المبلغ على فوديفون كاش طبعا امش فارق معي فوري من فوديفون كاش مش هتفرق فبعت لي طبعا الرقم انا حاولت له على الرقم وبعت له سالة قلت له تم تحويل الف كنية من الرقم وطبعا كتبت الرقم اللي انا حولت منه وطبعا بعد التحويل بضغط على عشان اكد للموقع ان انا بالفعل اتمامت عملية الدافع وللوقتي على البائع ان هو يحول لي الرسيل زي ما اتفقنا طبعا زي ما احنا شايفين ده رسيل البيتكوين الخاص به في الوقت الحالي هنشوف ان شاء الله الرقم ده بعد ما يتم تحديثه بقيمة البيتكوين اللي انا شهرتها من الموقع هلغط دلوقتي على ايقونة اي اف بيت بعد كده بنضغط على كونفيرم زي ما احنا شايفين تم تحديث الرقم الخاص به واضافة الرسيل اللي انا اشتريته من البائع الى رسيدي على موقع اللوقات بيتكوينز بعد كده فضل نحن نعمل فيدباك او مراجعة وتقييم للبائع زي ما احنا شايفين التحويل تم بسلالسة مكنش فيه اي مشكلة حاولت له المبلغ وفور تحويل المبلغ بعدها بداية بسيطة تم اضافة الرسيل الخاص بيه لحسابي على الموقع فيفضل احنا نعمل وتقييم بوزيف او حتى ونضغط على فيدباك وزي ما احنا شايفين تم تعليم المعاملة على انها البيتكوين ودم اصدار البيتكوين الخاص بنا وارساله المحفظة بتاعتنا على الموقع وان عملية الشراء انتهت واصبحت مكتملة وبكلا نكون انتهينا من شرح طريقة شراء بيتكوين بدون حاجة الهوية بدون استخدام فيزا ومسل كارد بطريقة تحويل ولافح محلية بسيطة جدا جدا نقدر من خلالها نحنا نشتري بيتكوين اخر حاجة نحن نسحب رصيدنا الموجود على موقع لوكال بيتكوينز الى المحفظة الخاصة بنا دلوقتي نتكلم على طريقة سحب رصيد الخاص بنا من موقع لوكال بيتكوينز الى محفظة البيتكوين الخاصة بنا زي ما شايفين دي محفظة البيتكوين بتاعتنا محفظة على منصة بلوكتشين لو لسه ما فيش عندك محفظة بيتكوين تقدر تدخل الى رابط الفيديو الذي اردت من قليل الوقاتي وتشوف الشرح التفصيلي لكيفية تفتح محفظة على منصة بلوكتشين ويتأمنها بكل وسائل الحماية المتوفرة طبعا دي محفظة خاصة بيه هتضغط على ركويست عشان نحصل على عنوان المحفظة اللي هنستخدمه في سحب رصيدنا من البيتكوين من موقع لوكال بيتكوينز زي ما شايفين ضغطنا على ركويست ده عنوان المحفظة الأدلس الخاص بي المحفظة اللي هستخدمه لسحب رصيد من موقع لوكال بيتكوينز هتضغط دلوقتي على الزر ده عشان اعمل نسخ لي عنوان المحفظة زيما ما شايفين نسخنا عنوان المحفظة وبعد كده هرجع عليه موقع لوكال بيتكوينز هندخل لوقتي اللي رصيدنا او من الخاص بينا على موقع لوكال بيتكوينز زي ما شايفين ده رصيل خاص بينا الموجود على الموقع دي الفيز او رسوم المعاملة او التحويل الخاصة بالموقع بكده ده النور الصافي الي احنا نقدر نرسله من موقع لوكال بتكوينز الى المحفظة بتاعتنا في المربع ده هنكتب عنوان محفظة البيتكوين خاصة بينا بعد كده هنكتب الاماونت ام بيتكوينز هنحن هنكتب القيمة دي او طبعا لو انت عايز تسحب كل رسيل خاص بيك هتكتب اه وتنسخ الرقم ده وتعمله لصقة في المربع ده لو عايز تسحب جزء من رسيلتك فقط تكتب الجزء من البيتكوين اللي انت عايز تسحبه في المربع ده بعد كده في الديسكريبشن ممكن تسيبها فاضية او ممكن تكتب فيها اي حاجة مثلا او ممكن تسيبها فاضية عادي والرقم ده بيزهر بشكل تلقائي مش هتحتاج انك تكتب اي حاجة في المكان ده يبقى احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنكتب هنا عنوان محفظة البيتكوين خاصة بينا بنكتب هنا الاماونت بالبيتكوين لو عايزين نسحب كل رسيل بنحدد الرقم كله ونعمله لصق هنا لو عايزين نسحب جزء بنكتب الجزء اللي احنا عايزين نسحبه هنا ممكن تسيبها فاضية و الاماونت بيتم كتابتها بشكل تلقائي من الموقع مش بنتدخل فيها بعد كلا هنضغ على continue زي ما احنا شايفين الموقع بأكل على تفاصيل المعاملة بقولنا ان انت هتبعت موضوع ده من البيتكوين للعنوان ده على المحفظة الخاصة بيك ويده الديسكريبشن خاص بي المعاملة اخيرا هنا الموقع بيطلب مننا توفكتر او كود المصدقة الثنائية طبعا انا عشان مفاعل المصدقة الثنائية على حسابي عشان احميه فبيطلب مني الست اكود خاصة بمصدقة الثنائية اشرح طريق التفعيل الخطوة دي ان شاء الله بعد ما انتهي من عملية السحب كتبنا الكود دلوقتي ويبقى مع عملية لودينج دلوقتي ان شاء الله انتظر رسول البيتكوين المحفظة بتاعتي و هارد ترانزكشن او هارد المعاملة عشان اكد على مصدقية الموقع وفي الوقت ده خلونا نشوف ازاي نحن نفعل المصدقة الثنائية على حسابنا على موقع لوكالبيتكوينز عشان نحمي حسابنا من اي محولة اختراق واي محولة لسرقة ترصدنا في حالة تم اختراق حسابنا بنروح من المكان ده بنضع على حسابنا بعد كنضع على سيتينجز او الاعدادات بعد كده من الاعدادات بنروح على اعداد الحماية و هنلاحظ هنا ان لو حسابك جديد هتلاحظ ان المصدقة الثنائية غير مفاعلة على حسابك هتضغط على تشينج وهتضيف وسيلة للمصدقة الثنائية طبعا تقدر تستخدم تطبيقات المصدقة الثنائية المختلفة وان كنت انا بفضل تطبيق المصدقة الثنائية خاص بجوجل او حتى تطبيق خاص بمايكروسوفت تقدر تستخدم اي تطبيق موثوق لتفعيل المصدقة الثنائية على حسابك على موقع لوكالبيتكوينز بحين يستأمن حسابك من اي محاولة لسحب الرصيد بدون اذنك لانا زي ما شفنا انا بحاول اسحب الرصيد المحفظة بتاعتي طلب مني كود المصدقة الثنائية عشان يؤكد ان بالفعل الشخص اللي بيعمل عملية السحب هو الشخص صاحب الحساب بكلا يكون انتهى شرحنا لموقع لوكالبيتكوينز هنتظر بس وصول المعاملة الاحسابي عشان نعرضها ونأكد على مصدقية موقع لوكالبيتكوينز طبعا الاطار الزمني لعملة الرسالة بيكون من 30 الى 60 دقيقة فقط يعني على حد الاقصى خلال ساعة هيكون المبلغ وصلني على محفظي على بلوكتشين زي ما احنا شايفين دلوقتي وصل التحويل الخاص بيها من موقع لوكالبيتكوينز ده نفس المبلغ الى انا كنت سحبته من الموقع ووصل بالفعل الى المحفظة بتاعتي في خلال اقل من 20 دقيقة كان موجود في كانت تمت الترانسكشن ويتم تحويل المبلغ الى المحفظة الخاصة بيها وبكلا نكون انتهينا من عملية شراء البيتكوين وتحويله الى المحفظة الخاصة بينا حاجة اخيرة احب اناوليها احاول انك توفق بين موثوقية ومصداقية الشخص وعدد المعاملات اللي ام بيها والمريد بتاعه على الموقع وبين سعر البيتكوين اللي بيعرضه يعني يحاول انك توفق بين افضل سعر متاح وبين شخص تكون بروفال بتاعي وموثوق وكمان تكون شروط التعامل الخاصة بي كويسة يعني ما يكونش بطلب متطلبات زي انه هو يطلب ان نشوف الهوية بتاعتك وما الى ذلك حاول توفق بين العناقصة دي عشان تحصل على افضل تعامل على الموقع باسهل شروط ممكنه لك ان الفيديو بتاعنا النهاردة اتكلمنا في عن طريقة شراء بتكوين بدون حاجة الى وثيقة او بدون حاجة الى اثبات للهوية كمان تعرفنا على حل المشكلة ان البنوك في بعض الدول العربية منها مصر مسلا بتعمل حزر لاستخدام البطاقات البنكية الخاصة بيها على مواقع التداول وشراء العنات الرقمية بكلا احنا مش محتاجين ان احنا نستخدم بطاقات بنكية عشان نشتري بتكوين نقدر ان احنا نستخدم وسائل محلية بديلة كمان الدول اللي محظور عليها استخدام مواقع تداول زي سوريا وبعض الدول العربية الاخرى تقدر انها تستخدم الموقع ده لشراء بيتكوين بكل سهلة اتمنى رب الفيديو يكون اعفادكم لو اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة وردت فيه الفيديو سيب لكم من تأسف الفيديو وان شاء الله قبوا عن استفساره رابط التسجيل في موقع لوك البيتكوين زي يكون موجود في وصف الفيديو بتنسوش دعمونا مع عمل شير للفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله واركاته